السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر نبدأ أولا بزعمهم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان له أبناء سماهم باسم أبي بكر وعمر وعثمان نقول أولا لا يخفى على أحد أن هذا الادعاء أيضا وهذه اللغة بحد ذاتها فيها من المغالطة ما فيها لماذا لأنه أبو بكر هذا ليس اسما هذه كنية ولم يكن معهودا خاصة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يسمي الوالد ولده بكنية كان يسميه ويكنيه أما أن يلغي الإسم تماما ليس له إسم ويكتفي بكنية هذا أمر غير معهود فإذن أول نقطة ينبغي أن يلتفت إليها في سياق هذا البحث أنه أبو بكر من عرف في التاريخ بأنه أبو بكر ابن علي أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن اسمه أبا بكر اسمه شيء آخر وإن كان غلب على اسمه أو على ذكره كنيته هذا أمر معهود هذا طبيعي من مصادرهم التي تذكر أن لأمير المؤمنين عليه السلام ولدا يدعى أبا بكر أنساب الأشراف للبلاذري المجلد الثاني عشر الصفحة مئة وأربع وعشرين يقول وكانت ليلى بنت مسعود ابن خالد عند علي ابن أبي طالب ليلى بنت مسعود التي يقال لها النهشلية الدارمية إحدى زوجات أمير المؤمنين أزواج أمير المؤمنين يقول وكانت ليلى بنت مسعود بن خالد عند علي بن أبي أبي طالب فولدت له عبيد الله وأبا بكر ولدت له من عبيد الله وأبا بكر ثم خلف عليها عبد الله بن جعفر زين الآن هو يقول لهذه المرأة من أمير المؤمنين عليه سلام ولدان أحدهما عبيد الله والثاني أبو بكر لابد أن ننظر في المصادر المتعددة حتى نرى هل أن أبا بكر هذا اسمه أبو بكر أم هذه كنيته فنفتش عن الاسم ما هو اسمه نكتشف أن العلماء سواء من طرفنا أو من طرفهم المؤرخون النسابون من طرفنا أو من طرفهم ذكروا لهذا الرجل اسما ذكروا له اسما ولكنهم اختلفوا في اسمه بعض منهم قال اسمه محمد والبعض الآخر قال اسمه عبد الله أو عبيد الله ممن قال بأن اسمه محمد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه هذا من طرفنا الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في المجلد الأول الصفحة ثلاثمائة وأربع وخمسين حينما يعدد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام يقول محمد محمد الأصغر المكن أبا بكر شوف إذن هو اسمه ماذا محمد ويوصف بأنه الأصغر لأنه أكو محمد الأكبر محمد ربما الأوسط فهذا هو محمد ماذا الأصغر هذا سماه أمير المؤمنين عليه السلام ماذا محمد سماه على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن صارت كنيته ماذا أبو بكر يقول محمد الأصغر المكن أبا بكر وعبد الله الشهيدان مع أخيهم الحسين عليه السلام بالطف أمهما ليلى بنت مسعود إذن ليلى بنت مسعود كان لها ولدان أحدهما عبد الله أو عبيد الله والثاني اسمه ماذا محمد وعرف بالأصغر هذا الثاني كني بأبي بكر وهذان الاثنان استشهداء مع الإمام الحسين عليه السلام في الطف وبالفعل أنتم تجدون في الزيارة الرجبية تذكر أسماؤهم يذكر من ضمن الزيارة الرجبية إذا رجعتم السلام على أبي بكر ابن أمير المؤمنين أيضا ممن قال أن هذا الرجل هذا الولد لأمير المؤمنين عليه السلام اسمه محمد المؤرخ الشهير المعروف المعتمد عند الخاصة والعامة المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب موسوعة مروج الذهب في التاريخ له له كتاب آخر المسعود اسمه التنبيه والإشراف في هذا الكتاب في الصفحة 258 أيضا يعدد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام فيقول وكان له من البنين أحد عشر الحسن والحسين أمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ويعدد بقية الأسماء إلى أن يصل إلى قوله ومحمد الأصغر يكنا أبا بكر وعبيد الله ويحيا إلى آخره فإذن هذه طائفة قالت بأن اسمه محمد من طرف من طرفنا نحن طيب من طرف العام هل هناك أحد يذكر ذلك أيضا نقول نعم ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة في المجلد الأول الصفحة 644 أيضا يعدد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام فيقول ومحمد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبد الله الشهيدان مع أخيهم الحسين بكربلاء أمهما ليلى بنت مسعود الدارمية زين إذن شوفوا هذه شهادات واحد عالم من الخاصة واحد عالم ومؤرخ من ممن يعتمد عند الطرفين واحد أيضا من العام ذكروا أن أبا بكر هذا اسمه محمد هذه فئة فئة أخرى قالت لا اسمه عبد الله أو عبيد الله وأنتم تعلمون أنه في الآثار كثيرا ما يقع الاشتباه والتصحيف بين عبد الله وعبيد الله كثيرا ما هذا يقع وهذا منشأ الاختلاف في تسميته أيضا نكتفي هنا بمن هم من أهل العامة الذين ذكروا أن أبا بكر اسمه عبد الله أو عبيد الله من أولئك أبو حيان التوحيدي في كتابه البصائر والذخائر في المجلد الأول الصفحة مئتين وأربع عشر يقول ولد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لصل به إلى أن يمضي فيقول ومن ليلى بنت مسعود الدارمية عبيد الله وهو أبو بكر هذا عبيد الله هو ماذا أبو بكر ومن أم ولد محمد الأصغر إذن جعل محمد الأصغر شخصا آخر من أم أخرى أيضا وليس هو المكن بأبي بكر وإنما جعل عبيد الله هو المكن بأبي بكر ابن أعثم ابن أعثم الكوفي في كتابه الفتوح في المجلد الخامس الصفحة مئة واثنى عشر يتحدث عن مجريات معركة الطف المجيدة فيقول ثم تقدم إخوة الحسين عازمين على أن يموتوا من دونه فأول من تقدم أبو بكر ابن علي واسمه عبد الله وأمه ليلى بنت مسعود فهذا أثبت أن اسمه ماذا عبد الله المجدي في أنساب الطالبيين هذا كتاب ألفه علي بن أبي الغنائم العمري وهو ينتسب إلى عمر الأطرف وسيأتي حديثنا عن عمر الأطرف فيما بعد إن شاء الله في هذا الكتاب فالصفحة مئة وثمان وتسعين يقول وأبو بكر اسمه عبد الله قتل بالطف وأبو علي عبيد الله أمهما النهشلية ليلى بنت مسعود النهشلية الدارمية إذن أبو بكر ابن علي ليس هذا هو اسمه هذه كنيته واسمه لا يعدو أن يكون إما أن يكون محمد اللي هو محمد الأصغر وإما أن يكون عبد الله أو عبيد الله اشتباه اختلاف عند النسابين عند المؤرخين عند أهل الأنساب لأن كلا الأخوين من أم واحدة وواحد يعلمون أن واحد اسمه محمد والثاني عبد الله أو عبيد الله ولكن لا يعلمون أيهما المكنة بأبي بكر نعم ادعى أبو حيان أن محمد الأصغر من أم ولد أي من جارية أخرى أيا يكون الأمر إذن لا حق لك لا حق لك أن تقول إن عليا سمى ابنه باسم أبي بكر هذه مغالطة ما سمى باسم أبي بكر سماه باسم محمد سماه باسم عبد الله سماه باسم عبيد الله واحد من هذه الثلاثة فروض كني بأبي بكر والكنية أنتم تعلمون أنه ليس شرطا أن يكون من كناه هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على أنه حتى لو كناه بأبي بكر فلا ملازمة بين هذا وبين الادعاء بأنه إنما يعني بهذه الكنية بهذه التكنية يعني بها أبا بكر ابن أبي قحافة ليش لأنه أبو بكر ابن أبي قحافة ما اسمه عتيق له هو يحب أبو بكر بالفعل يسميه عتيق يسمي ابن مثلا لم يسمي أمير المؤمنين عليه السلام ابنه باسم أبي بكر ربما الولد له ولد اسمه بكر فصار أبا بكر يصير لو ما يصير يصير هس كلش كلش نتجاوز يعني نمشي ويا أهل الخلاف نلحقهم إلى الباب مثل ما يقولون إلى أن نشوف لين يردون يوصلهم نقول مو مشكلة أمير المؤمنين هو سماه محمد أو عبد الله أو عبيد الله وأيضاً كناه أبا بكر طيب ما أعلمكم وما أدراكم بأنه إنما عنا من تكنيته أبا بكر أبا بكر بن أبي قحافة شنو ما كان أكو أحد في التاريخ في مجتمع أصحاب رسول الله ما كان أكو أحد كنيته أبو بكر إلا أبو بكر هذا ابن أبي قحافة والعشرات كانت كنيتهم أبو بكر ومنهم صلحاء من أصحاب رسول الله صلحاء كنيتهم أبو بكر واحد من هؤلاء أبو بكر ابن حزم الأنصاري هذا رجل غير أبو بكر ابن حزم الذي جاء اللي هو من التابعين جاء فيما بعد كان في زمان عمر ابن عبد العزيز هذا كواحد لا أخ ما لنا علاقة به كلامنا اللي كان في زمان النبي وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام أبو بكر ابن حزم الأنصاري هذا رجل كان من الأنصار وقد ذكر الرجاليون من الخاصة أي من الرافضة من الشيعة أنه كان من خواص أمير المؤمنين عليه السلام كان من خواصه ذكر ذلك ابن داود راجعوا رجال ابن داود تجدون ذلك يذكر أنه كان من خواصه وكان يمنيا عربيا أبو بكر ابن حزم الأنصاري يعني أصل من اليمن فهذا من خواص أمير المؤمنين لو افترضنا أن أمير المؤمنين هو الذي كنا ولده محمد الأصغر بكنية أبي بكر فما أدراكم أنه إنما يكنيه نسبة إلى أبي بكركم ليش ما كناه نسبة إلى أبي بكرنا ابن حزم الأنصاري ليش ترجمة نانسي قنقر